هي قصة فيها التأمل والعبر والنور يسري في الآيات وفي الصور هي سلسبيل يحتوي أغلى الضرر عن فتيات في الكهف عن بعض النفر عن بعض النفر الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أعزاء المشاهدين متابعي قناة الأنيس أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رحاب شهر رمضان مع مدارسة قصص الأنبياء والمرسلين أعددنا لكم في مثل هذا المجلس قصة سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام سليمان ابن داود نبي ابن نبي ووهبنا لداود سليمان قال تعالى وورت سليمان داود سليمان ورت داود في العلم والنبوة لم يرته في المال لأن داود كان عنده أكثر من ابن لو كان الوراة في المال لا ورت داود غير سليمان مع سليمان ورت داود سليمان في العلم والنبوة سليمان عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل نشأ في بيت النبوة ترعرع في بيت داود عليه السلام وعندما بلغ الحلم آتاه الله سبحانه وتعالى عقلا وحلما كان سليمان عليه السلام منذ صغره يحرص على حضور مجالس أبيه داود داود عليه السلام كان قاضيا كان يحكم بين المتخاصمين فكان سليمان عليه السلام يحرص على حضور مجالس أبيه داود حتى يتعلم منه حسن القضاء وفي بعض المرات كان سليمان بأدب يشير على أبيه داود يقول له يا أبي لو كنت أنا قاضيا لحكمت بخلاف ما حكمت لحكمت بكذا وكذا وفي مرة من المرات في قصة ذكرها الله عز وجل في الصورة الأنبياء جاء ناس أصحاب حرط ناس عندهم أرض جاءوا إلى داود يشكون أصحاب غنم ما هي القصة؟ أصحاب الغنم كانوا غافلين دهبت غنهم غنمهم بالليل الغنم تاحهم دهبت بالليل وكانت ترعى بدون راعٍ ودخلت أرض غيرهم وأفسدت زرعة تلك الأرض فجاء أصحاب تلك الأرض يشكون أصحاب الغنم كيف أن غنمهم أفسدت أو غنم هؤلاء القوم أفسدت أرضهم إذن وش يديروا؟ حكم داود عليه السلام بأن الغنم تكون لأصحاب الأرض مدام الغنم أفسدت الزرع إذن أصحاب الأرض يأخذون عوض زرعهم الغنم فسليمان عليه السلام أشار على داود بجوابٍ لطيفٍ بديع ألهمه الله إياه فأشار سليمان إلى داود بأن تدفع الغنم إلى أصحاب الزرع قال هذه الغنم نعطوها الأصحاب الأرض هذك أصحاب الأرض ينتفعون بالغنم بألبانها وينتفعون بصوفها وفي نفس الوقت أصحاب الغنم يصلحون تلك الأرض يعطو الغنم تحمل أصحاب الأرض ينتفعون بلبنها وبصوفها ويصلحون الأرض الأرض إذا صلحت يردون الأرض إلى أصحابها ويأخذون غنمهم فالله سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن الكريم؟ قال ففهمناها سليمان هذا الحكم من الذي فهمه لسليمان؟ هو الله سبحانه وتعالى ففضل الله سليمان على داود في هذا الحكم ولا يعني أن داود عليه السلام أخطأ ولكن الله عز وجل ألهم الإبن ما لم يلهمه الأب ونأخذ من هذه القصة فوائد أن الإبن قد يعرف ما لا يعرفه الأب في بعض المرات بعض الأباء تعناه يقولك ستعرف من أبوك؟ فهذا سليمان الإبن علم ما لم يعلمه أبوه وفي هذه القصة دليل على أن الحاكم قد يخطئ وأن المفهم هو الله سبحانه وتعالى ولهذا كان بعض الصالحين يقول في دعائه يا مفهم سليمان فهمنا ويا معلم إبراهيم علمنا النقطة الثانية فضائل سليمان عليه السلام ونحن حين نذكر فضائل الأنبياء حتى نقتدي بهم في هذه الفضائل فمن فضائل سليمان عليه السلام أن الله جمع له بين الملك والنبوة فكان سليمان نبيا وملكا كأبيه داود عليه السلام ولهذا قال في دعائه سليمان عليه السلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ومن فضائل سليمان عليه السلام أن الله أعطاه حسن الحكم بين الناس فكان يعرف كيف يحكم بين المتخاصمين ولهذا ذكرنا كيف أن سليمان أشار على داود في قصة أصحاب الغنم مع أصحاب الأرض ومن فضائل سليمان أن الله علمه لغة الطير كأبيه سليمان كأبيه داود وعلمنا منطق الطير كان يفهم لغة الطير وكذلك زاد أن الله علمه لغة النمل فكان سليمان عليه السلام يفهم لغة النمل كان يسمع صوت النمل شكور فينا يسمع صوت النمل وكان يفهم كلامهم وكذلك من فضائله أن الله سخر له الريح فكان علم سليمان عليه السلام كانت الريح مسخرة لسليمان وصخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وكذلك سخر الله له الشياطين الشياطين مردت الجن كان سليمان عليه السلام يحكم فيهم فكانوا يعمنون له ما يشاء من محاريم وتماثيل محراب واضح والتماثيل كانوا يصنعونه التماثيل وهذا كان جائزا في شرع من قبلنا على قول بعض أهل العلم وبعض المقلك التماثيل ليس المقصود بها التي يعني كالأصنام وكذلك كانوا يصنعون له الجفان يعني القصعة الكبيرة وجفان وقدور الراسيات القدرة الكبيرة التي يطمخ فيها الجفان هي القصعة الكبيرة والقدور قدرة كديرة كبيرة وقدور الراسيات وكذلك كان الجن عن الشياطين يبنون له القصور العالية وكانوا يغسون في البحار ويأتونه بالمجوهرات وبالدر وبالحلي كما قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص ومن كان يعصي أمر سليمان من الجن كان سليمان يكبله ويوتقه في الأصفاد وآخرين مقرنين في الأصفاد هذه شيء من فضائل سليمان عليه السلام وقد أعطى الله سليمان كل ما يحتاجه الملوك وأوتين من كل شيء أعطاه الله عز وجل الجيوش والجنود والجيوش من الجن ومن الإنس ومن الطير الحصون السلاح العدد أعطاه أشياء كثيرة جدا في مرة من المرات كان سليمان مع جيشه كان يمشي جيشه من الجن والإنس والطير وكانوا يسيرون بنظام محكم حتى في سيرهم كانوا منظمين وكان يرد أولهم على آخرهم فهم يوزعون خرج سليمان بجنوده وهو يسير فرأته نملة سبحان الله نملة عرفت سليمان قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون هذه النملة من ألهمها أن هذا هو سليمان الذي ألهمها هو الله عز وجل حتى النمل يعرفون سليمان عليه السلام فالآن سليمان قادم مع جيوشه النملة كانت مع قطيع من النمل مع واد من النمل أحست بالخطر ممكن سليمان يحطمها يعني ممكن سليمان يعفس عليها بأقدامه هو وجنوده وهو لا يشعر فماذا فعلت هذه النملة نادت في النملات يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم الخطر قادم الخطر قادم ماذا تفعلون ما قالت كما نقوله باللغة عن الدارجة تقطيني وتفوت قالت هذه النملة نسلك روحي وتفوت هذه النملة وهذه يخذها فائدة عزيزة نصحت إخواتها النملات النملة عرفت باللي الخطر رهجي لإخواتها النملات فنصحتهم قال العلماء هذا يحتمي الوجهين إما أن النملة كان صوتها مرتفع فسمعوها أخوتها النملات فكان لها صوت جهوري فسمعها إخواتها النملات وإما أن نملة تبلغ لإحداها ونملة أخرى تبلغ لإحداها فيكون هناك تعاون شرعي النملة تقول لإحداها سليمان راجي والنملتين تقول سليمان راجي فسبحان الله انظر كيف أن النصح موجود حتى في الحيوانات ينصح بعضهم بعضا لا يحطمنكم سليمان لاحظوا يا إخواني الوقت ضيق والخطر قادم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم مباشرة ثم عللت لا يحطمنكم سليمان بعض العلماء أخذ من هذا فتن لزوم المساكن عند الفتن الفتن راجي الخطر هداهم ماذا تفعلون ادخلوا بيوتكم فعند حلول الفتن المسلم أين يذهب يذهب إلى بيته ويلازم بيته شوفوا يا جماعة نملة عذرة سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ربما سليمان والجنود تواعي عفسوا عليكم لما يشعروا فانظروا إلى منهج الاعتدار فهذه نملة عذرة سليمان وجنوده وأما مسألة فقهية يتكرواها الفقهاء عند هذه الآية وحكم قتل النم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النم كل واحد يحفس على لم نهى ومن يشوفه لا يتمع عليه لكن يأتي إنسان متعمد ويقتل النمل هذا حرام ولكن إذا كان النمل يؤذي إذا كان النمل يؤذي فإنه يقتل هكذا قال العلماء سليمان سمع كلام النمل لإخواتها النملات لما سمع سليمان كلام النمل لإخواتها النملات ماذا فعل؟ فتبسم ضاحكاً تبسم الأنبياء لا يقهقهون شيء يتحك ويقهقه يتبسمون وفي نفس الوقت ليس كالجبابرة وحد جبار طاغية واش يفعل جيب لها موقف عاجيب لا يتعجب منه فهو لم يقهقه وأظهر تعجبه عن طريق التبسم فتبسم كيف؟ ضاحكاً لأنك ليتبسم تبسم مغضب من قولها في تلك اللحظة ماذا قال سليمان؟ قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي يا ربي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي النعمة لأنعمتها علي وعلى والدي لأن النعمة على الوالدين هي نعمة على الأولاد يا ربي أعيني كي أشكر هذه النعمة لأن الذي يعينك على شكر النعم هو من؟ هو الله ولفائد عظيم من هذه القصة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول دبر كل صلاة بعد كل صلاة مفروضة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قد يقول قائل لماذا تعجب سليمان من قولها لأن كلمة النملة يا أيها النملة دخلوا مساكنكم هذا يدل على فصاحتها وعلى حسن بيانها وعلى نصحها فسليمان عليه السلام ماذا قال في آخر الدعاء قال وأدخني برحمتك في عبادك الصالحين يا رب أدخني برحمتك التي منها الجنة في عبادك الصالحين فدعا بهذا الدعاء ودبنا نحفظ هذا الدعاء رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا فرضاه بهذا نكون قد أنهينا قصة سليمان مع النمل وهي قصة عظيمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هي قصة فيها التأمل والعبر والنور يسري في الآيات وفي الصور هي سلسبيل يحتوي أغلى الضرر عن فتيات في الكهف عن بعض النفر عن بعض النفر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر